قال وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة دكتور عثمان عبدالجليل بشأن اخر المستجدات في مدينة درنة ان وزارة الصحة اطلقت حملة تطعيمات لكل الفئات السنية بمدينة درنة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الامراض والهلال الاحمر الليبي واشار وزير الصحة الليبي الى ان الحملة تشملت كل سكان المدينة فضلا عن الاطقم الطبية والعسكرية وكل اللجان والجهات العاملة داخل مدينة درنة التطعيمات كما ذكرت هي لثلاث فئات بالنسبة للفئة اللي يشتغلوا في عمليات الانقاذ هذا نوع خاص من التطعيمات اللي هو التطعيم الثلاثي مقولولا والفئة اللي هم في المرافق الصحية بيتلقوا الهيباتايترس بي بالنسبة للاطفال سيأخذوا التطعيمات العادية من الهيباتايتس ايه لباتايتس بيه وغيرها وشلل للاطفال والامار فهذه كلها تركيبة كاملة هذه العملية مشرف عليها المركز الوطني للامراض ويعرفوا جيدا شنه لكل حالة أو شنه المتوقع الضررا ليلحق بها وشنه التطعيم الخاص بها اشتركوا في القناة